السلام عليكم متابعي دراما سبورت بعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا صار لازم نتوقع الفرق المتأهلة للدور الثاني بالمجموعة الأولى اللي بتضم ريال مدريد باريس سان جرمان كلوب بروج وقلطة السراي بتوقع رح تكون المنافسة بين ريال مدريد وباريس سان جرمان على المركز الأول بينما قلطة السراي هو الأقرب للمركز الثالث إذن المجموعة الأولى بشوف فيها ريال مدريد أول باريس سان جرمان ثاني قلطة السراي ثالث وكلوب بروج بالمركز الرابع المجموعة الثانية بتضم أندية بايري ميونيخ توتنهام أولمبياكوس وزفيزدا الصربي بتوقع بالمركز الأول حيكون بايري ميونيخ بالمركز الثاني توتنهام الثالث أولمبياكوس والرابع زفيزدا المجموعة الثالثة بتضم منشستر سيتي شاختار دونيتسك دينامو زغرب وأتلانتا الإيطالي بتوقع بهاي المجموعة لو مانشستر سيتي لعب بالاحتياط فممكن يطلع المركز الأول لذلك مانشستر سيتي بالمركز الأول شختار دانيتسك بفارق الخبرة عن بقية الأندية ممكن يطلع بالمركز الثاني أتالانتا بالمركز الثالث وديناموز أغرب بالمركز الرابع المجموعة الرابعة بتضم يوفينتوس أتلاتيكو مادريد ليفر كوزن ولوكوموتيف موسكو بتوقع المنافسة مثل ما بتعرفوا كالعادة بين يوفينتوس وأتلاتيكو مدريد وبنسبة أقل ليفركوزن لكن من الواضح أنه أتلاتيكو مدريد ويوفينتوس رح يتنافسوا بشكل كبير على المركز الأول وأنا حاسس أنه أتلاتيكو مدريد كعبوا أعلى من يوفينتوس بهاي المجموعة بتوقع أتلاتيكو مدريد بالمركز الأول ليوفينتوس بالمركز الثاني ليفركوزن بالثالث ونادي لوكوموتيف بالرابع المجموعة الخامسة سهلة نسبيا بالنسبة لليفر بول ونابولي وبتضم كمان جينك وزالتسبورغ المنافسة حتكون بين ليفر بول ونابولي على المركز الأول طبعا بنرشح ليفر بول للمركز الأول نابولي للمركز الثاني ونادي جينك للمركز الثالث وزالتسبورغ بالمركز الرابع المجموعة الحديدية هي المجموعة الساتسة واللي بتضم برشلونا بروسيا دورتموند انتر ميلانو سلابا براغال تشيكي أنا شايف المركز الثاني حتكون في منافسة نارية بين بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان كون المركز الأول يعني تقريبا فينا نحكي أنه محسوم بالنسبة لبرشلونة المركز الثاني حاسس أنه دورتموند كعبو أعلى من إنتر ميلان بفارق الاستقرار اللي عم يعيشوا نادي بوروسيا دورتموند آخر سنتين المجموعة السابعة هي أصعب مجموعة من حيث التوقعات الأندية متقاربة بالمستوى الفني فلذلك صعب جدا أنك تتوقع مين المتأهل بالمركز الأول أو الثاني لكن حنحكي بشكل يعني مختصر المجموعة بتضم ليون نادي لايبسيك وكمان زينة سان بوترسبورغ وبينفيكا أنا شايف أنه نادي ليون هو النادي الأكثر استقرارا بخلال آخر عامين بالنسبة لهالفرق كمان عم نشوف تطور لايبسيك نادي بينفيكا دائما منافس وزينة فريق قوي على أرضه لكن أجماليا أنا شايف المركز الأول ممكن يكون لصالح ليون التاني لبينفيكا التالت لايبسيك والرابع لزينة سان بوترسبورغ المجموعة الثامنة بتضم عندي تشيلسي آياكس وفالانسيا ولوزكا أنا شايف تشيلسي هو الفريق الأكتر خبرة بالنسبة لآياكس وذلي فقد فرانك ديونج وفقد مجموعة من اللاعبين فشايف أن تشيلسي هو صاحب المركز الأول ممكن يكون آياكس بالمركز الثاني فالانسيا بالتالة ولوزك بالمركز الرابع هذا كل شي حابب أحكي عن توقعاتي وبشكل مختصر وبشكل سريع عن دور المجموعات أو قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بتمنى تكتبوا توقعاتكم ونشوف مين توقعاته هي الأنجح هذا كل شي حابب أحكي بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة